رشيد والموضوع ده في الكتاب المقدس محسوم يعني الذين قبل الصليب وده مكتوبة في رسالة القديس بوليس الرسول إلى أهل روميا إنه الذين بلا ناموس هم ناموس من أنفسهم ما تفعلوا ما تفعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس فكل إنسان وكل شعب وكل أمة سيحاسب الله وفق القوانين اللي كانت موجودة في ذلك العاصر دي اللي لم تسمع اللي لم تسمع بالمسيح واحد مولود في أدغال أفريقيا لم يسمع عن الله لم يسمع عن المسيح لم تأتي له بشارة لم يعرف أي شيء عاش ومات هناك ليس من عضل الله أن يقول له أنت ما أمنتش بي طب أنا لم أسمع بك كيف يؤمنوا إن لم يسمعوا ده كلام الكتاب فإذن هؤلاء سيحاكمهم الله وفق ناموسهم لكن بعد الصليب الذين سمعوا بالصليب ورفضوا الصليب هنا دي المشكلة كل الذين عارفوا المسيح وشخص المسيح ولكنهم رافضوا المسيح سيكون عليهم غضب الله وعقاب الله الدينونة النار الأبدية لأن الذي يرفع الهلاك كما سمعنا من آدم في القرآن هو رحمة الله ليس أعمال ليس صلاة ليس صوم هذا لاحقا لكن البداية والنهاية هي رحمة الله ورحمة الله تجلت في المسيح في الصليب فأنا بشكر الأخ رشيد من فرنسا لأنه سؤال مهم في المسيحية عندنا الأمر محسوم لن يحاكم موسى وشعب موسى بالصليب لماذا لم تؤمنوا بالصليب كان عندهم شريعة في ذلك الوقت ولذلك حينما جاء الشاب الغني إلى السيد المسيح وقال له يا سيد أيها المعلم الصالح ماذا أفعل لأرس الحياة الأبدية المسيح لم يقل له انتظر أنا بعد شوية بعد كم شهر أو كم سنة سأصلب فتؤمن بالصليب أعطاه ما هو موجود عنده الآن ماذا تقرأ في الناموس الوصاية قال له أنا هذه حفظتها منذ حداثتي قال له يعوزك شيء آخر اذهبوا بيع كل مالك واعطي للفقراء لمس الجزئية اللي هو مغلوب منا فإذن المسيح قدم شريعة عصر ذلك الرجل وبناء على الشريعة التي في عصره سيحاكم بناء عليها فالأمر عندنا محسوم وواضح الذين رفضوا المسيح بعد أن عرفوا المسيح بعد أن سمعوا عن المسيح هنا الإشكالية لكن الذين لم يسمعوا لم يعرفوا سيحاكمهم وفق قوانينهم وفق أعرافهم حسن الله عندهم وبيؤمنهم لكن يمكن واحد يقول لي طيب أنا مسلم أي رأيك لا في القرآن مكتوب عن عيسى ومكتوب عن المسيح مكتوب أنه يخلق ومكتوب في القرآن أنه لا خالق غير الله ومكتوب في القرآن أن كل الذين دون الله لو اجتمعوا لا يستطيع أن يخلقوا ولو الجناح بعوضة فكيف استطاع المسيح أن يخلق سيقول بإذن الله من هو هذا المسيح الذي بإذن الله يشارك الله السؤال قائم يفتكر أن نحل المسألة لا المسألة قائمة من هذا المسيح العظيم الذي يشارك الله في الخلق ويتحدى القرآن ويقول ليس هناك إنسان يستطيع أن يخلق لقد استطاع المسيح أن يخلق فمن هو من هو المسيح الذي بلا خطية في القرآن من هو المسيح الذي يعلم الغير في القرآن إذن كل هذه الأشياء تصنف المسيح على أقل تقدير أنه غير البشر أعلى من البشر يجب أن تفكر من هو فالقرآن وكاتب القرآن لم يستطع لم يستطع أن يتجاهل شخصية المسيح المتميز في كل شيء طيب إحنا قبل